خاصة من جانب توركا الشيخ اللي كان له تويتا ولما حصل نوع من النقدة لها واحنا مش هنقول لشبابنا تقوله يوم ما تقولش ايه ونكون نطلب منهم ما ينساقوش في ما يريده المنافس ان يحصل على كل المغنم ويجي وقولك ده الكفيل بتاعك وهو يجري وراه ويأخذ منه ما يريد ويبدو هو المقدر لهذا العلاقة هذا فخ منصوب قد نقع فيه مش في حاجة احنا نحن النادي الاهلي وكل حاجة لكن لما يكون فيه شخص بهذا القدر من الحب للنادي الاهلي يجب ان احنا نشوف هذا الامر في اطاره الصحيح ايضا احنا بنقول او النقد معظم النقد على السوشيال ميديا يعني فيه امور يجب ان تبحث القمم تبحثها في دوائر مغلقة مش على الفيسبوك نفس الكلام انت اللي بتقول هذا الكلام وغيره وتنتقد فريقك وتنتقد جهازه الفني وتنتقد النادي وتنتقد تصرفاته هتقول لي ده حقك بس ما تطلبش من غيرك بقى انه يتكلم في دوائر مغلقة انت بتقول انا درع النادي الاهلي وانت درع النادي الاهلي جمهور الاهلي ودرع النادي الاهلي الحقيقي بس درعه ايه فيه اطار الدعم وعدم اعطاء الفرصة للاخرين ان يتعنوا بالسلاح اللي انا بادهولهم اذا كنا جعزين كلنا بقى نقف بتقاليد الاهلي يبقى كلنا مش كل ما يجب ان يقال او كل ما نريد ان نقوله نقوله يبقى فيه ضوابط المسؤولية تجاه النادي الاهلي كلنا ولا نستسني انفسنا من هذا الامر هذا ليس حاجة على احد ولا رأي احد ولكن بمعايير انتوا بتطلبوها من الاخرين والاخرين دول قمم ها تركي الشيخ له ثلاث صفات رئيس الاتحاد العربي وزير مهم ومسؤول عن الرياضة ونافذ ثم محب ومقدر ومحب بدرجة متعاصب للنادي الاهلي مين اللي له مصلحة في تسميم هذه العلاقة انتوا اذكى مننا اقولكو اذكى ان اقولكو انه هم في غمار الناقض والكفيل ومش الكفيل بياخدوا اللي هم عايزينه ها من الجانب الخاص بالاتحاد العربي ورعايته الاتحاد العربي ان احنا ما عندناش ومحتاجين اه دعم عشان نقدر نشارك في بطولة يسعى رئيس الاتحاد العربي انه الاتحاد الدولي يعترف بها وعايزة تبقى في اقوى حالتها فاحنا مش عايزين ندي لحد فرصة يسممه علاقة هي علاقة محترمة جدا 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 ارجو ان احنا ما حدش عطنا في الفخ الذي يريده هو ولكن نضع الجميع حيثما نريده نحن ومصالح الاهلي ونطلع كلنا كسبانين العلاقات الطيبة الدعم الجيد الحفاظ على الاهلي وعلى معييره وعلى وهذا يحدث ولكن ليس كل ما يعني يعرف يقال خدوا الامور بخواتمها باذن الله وباذن الله تشوفوا شيء يتطفق مع هذا كلمتين حبيت اقولهم عشان وانا بطلب من غيري اراق التصرفي هل انا بطبق المعايير دي على نفسي ولا لا